فاطيمة خليل التلفزيون المصري قناة الأولى التلفزيون المصري طبعاً إحنا دائماً شايفين الجهود الكبيرة التي تبزلها مصر من أجل إدخال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين وتخفيف من معاناتهم لكن هل هناك سبيل من التأكد من وصول هذه المساعدات بالشكل الأمثل للفلسطينيين لأننا رأينا منذ مساء أمس العديد من الفيديوهات التي تكشف حقائق كالة مخفية وهي تخزين بعض المنظمات الإغاثية هذه المساعدات بكم كبير دون إيصالها إلى الأخوة الأشقاء في فلسطين فهل هناك من ترتيب مع الجهات الأخرى للتأكد من وصول هذه المساعدات لأن وقفتنا اليوم وفي الأسبوع الماضية من أجل إيصال هذه المساعدات الأشقاء في فلسطين المسؤول في الجانب الآخر في قطاع غزة عن توزيع كل المساعدات هو المنظمات الأممية والأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ونحن لدينا ثقة كاملة في هذه المنظمة الدولية لأنها تعطي الشعب الفلسطيني طوال خمسة وسبعين سنة كل ما نتخيله أو ما لا نتخيله من سبيل الحياة وقد فقدت عديدا من الشهداء في القصف والقتل الإسرائيلي وهي تمر بظروف شديدة الصعوبة ومقرات مدارسها ومقرات مراكزها تأوي ستمائة ألف فلسطيني في إحدى المدارس لديهم 12 ألف شخص يقيمون في مدرسة واحدة ويحاولون أن يقدموا للشعب الفلسطيني ما تبقى لديهم ما يستقبلونهم مساعدات لديهم قواعد وضعتها المنظمة الدولية لتوزيعها لديهم قواعد بيانات دقيقة ولديهم عاملون على الأرض يعرفون أين تذهب المساعدات ونحن نتمنى أن يزيد حجم المساعدات حتى يستطيعوا الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني